هجمات متزامنات عرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها في إيران على خلفية إعدام الرياض لرجل الدين الشعي المعروف بموالاته لطهران نمر النمر الهجوم نفذه محتجون إيرانيون طوقوا مبنى السفارة في العاصمة الإيرانية وألقوا باتجاهه قنابل حارقة ما أدى إلى اشتعال نيراني به بحسب وسائل الإعلام السعودية عملية مماثلة شهدتها قنصلية الرياض في مدينة مشهد شرق إيران حيث هجمت عناصر من ميليشيات تابعة للحارس الثوري الإيراني مقر القنصلية وأدرم النار بقسم من المبنى تطورة تأتي في عقاب إصدار بيان من وزارة الخارجية السعودية استهجن تصريحات معادية من جانب طهران كاحتجاج على تنفيذ سلطة السعودية لأحكام الإعدام ضد 47 شخصاً مدانين بالإرهاب ويأتي اقتحام السفارة رغم تحذير وزارة الخارجية السعودية للحكومة الإيرانية وتحميلها المسئولية الكاملة حيال حماية السفارة السعودية في طهران وقنصلية المملكة في مشهد وحماية أمن كافة العاملين بها من أي أعمال عدوانية وفي ظل مخاوف دولية من تزايد التوتر الطائفي في المنطقة بعد إعدام النمر تواصل إيران التصاعد من حدة لهجتها فبعد أن حذرت طهران من دفع الرياضة ثمناً ضاهضاً لما ارتكبتها وجه المرشد الأعلى الإيراني انتقادات حادة للمملكة آية الله علي خامناء الذي دافع بشدة عن الشيخ نمر النمر قال إن إراقة دماء هذا الأخير ستكون له عواقب وخيمة داخل المملكة تصريحة تقول الرياضة إنها تكشف الوجه الحقيقي للنظام الإيراني المتمثل في دعم الإرهاب وإنها تعد استمراراً لسياستها في زعزعة أمن واستقرار المنطقة إعدام نمر النمر أدانه أيضاً المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السستاني ووصفه بالظالم ومن جهته قال بنكيمون الأمين العام الأممي أنه شعر بفزع شديد بسبب إعدام النمر ودعا إلى الهدوء وضبط النفس وضف بنكيمون لأنه وثار قضية النمر مع الزعماء السعوديين خلال عدة مناسبات وحتى السعودية على تخفيف كل أحكام الإعدام التي صدرت على تخفيف كل أحكام الإعدام التي صدرتها على تخفيف كل أحكام الإعدام